إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم يا رب العالمين من هذه البلدة هسل هلم ومن بيت الله هذا عش الحب هذا هذا المسجد وأهله الطيبين نرسل سلامنا إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بصلاتنا على حبيبك محمدٍ بارك بهذا المسجد اللهم بحبنا لرسولك محمد بارك بهذا المسجد وبأهل هذا المسجد وبإمام هذا المسجد وبمسلمي هذه البلدة وبمسلمي السويد أجمعين آمين أيها الأحبة سأكلمكم اليوم عن الحب وحين يكون الكلام عن الحب فاستمع بخلبك لا بأذنيك افتح قلبك افتح قلبك حتى يدخله حب الله هذا قلب الله سبحانه وتعالى لم يسعه شيء لكن وسعه قلب عبده المؤمن الذي يحبه يا أهل يسلهم ما جاءني إلى بلدكم هذه اليوم إلا الحب هذا الحب يا إخوتي هو أعظم قوة موجودة على الأرض لا يوجد قوة تعادل الحب لماذا؟ اسألوني لماذا؟ لأن الحب لا الحد له كل شيء له تستطيع تقول ينضب إلا الحب لا ينضب الحب يا إخوتي يأتي لا تستطيع أن تصنعه الكراهية تستطيع أن تكره ولكنك لا تستطيع أن تحب لأن الحب يأتي من الله سبحانه وتعالى فأنا جئتكم اليوم لأن محبا لله ومحبا لعباد الله قلب منيء بالحب اليوم سوف ندفنه بعد هذه الصلاة أخ أحببته في الله لا أعلم عني شيئا ولا أعلم عنه شيئا ولم نلتقي في حياتنا إلا مرتان مرة حي ومرة الآن إنما غسلناه الأخ نبيل أبو منار تعرفونه هذا رجل أحبني في الله وكان عنده حب في الله لا ينضب نبع كل من عرفه أحبه ما هذا الحب يا إخوتي ما هذه هذا العالم الآن يئن الكرة الأرضية تئن كلها برجالها ونسائها وحيواناتها وأشجارها وأرضها وجبالها وبحارها تئنوا نحو الحب لأن ما الذي يجري الآن الذي يجري أنهم يصبون الكراهية يريدون أن يدمروا الحب الموجود في قلوب الناس لماذا مرضاتا للذي قلبه كان الغير والحقد والذي هو عدو لنا الشيطان الشيطان هو من يسعى إلى الكراهية الشيطان يريد أن يدمرك ويدمرني الحديث طويل لكن خذوه كما قلت لكم من قلبي إلى قلبكم مباشرة لأن هناك الكثير مما أريد أن أقوله أقوله لكم ولا يتسع الوقت من مسجد هكسبي هكسبي مدينة جاءوا وقالوا كما تعلمون نحن نعمل ونريد أن نبني مساجدنا دون أن نعتاز أي أحد أو نحتاج أي أحد سواء من حكام هذه البلاد أو حكام بلادنا مساجدنا نبنيها نحن فنحن أولى ببنائها وكما هرئ الله لكم بناء هذا العش لحب الله فالأخوة يسعون نحو ذلك وقالوا قلت لهم إن شاء الله لم تعودوا خالي الوفار خالي الأي إن شاء الله فقالوا هناك شيء اسمه سهم تضرب بسهم من هو الذي ضرب أول سهم في الإسلام سعد المدى والقص تضي الله عنه هل تريدون أن تضربوا سهم في سبيل الله من منكم ضرب سهم في سبيل الله هذا سهم في سبيل الله قال لي قال تدفع ألف كرون هذا سهم سهم يعني حصة قلت أنا أول واحد أنا أول واحد أدفع وسأشجع كل من أعرفه من أهلي ودي في منطقتنا في تيبي وهنا حتى نساهم معهم يا أخي ما مشكلة ما معك ألف كرون ضع كرون واحد السويش بياخد كرون فيك تدفع كرون بالسويش ادفع كرون ما تخرج لما تدفع شيء تريد أن تدفع كرون عشرة مئة ألف عشرة ألاف أنت حر لكن ولا أحد منكم لا يستطيع أن يدفع كرون ادفع كرون لأن هذا كرون معناته هو بحصة هذه البحصة ربما تكون هي التي ستنجيك يوم طريق فاضربوا بسهابكم في سبيل الله وأنا أول ضارب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين فاستغفروه يخفر لكم فيا فرز المستغفرين استغفروا الله العظيم من مسجد هكسبي هكسبي مدينة جاءوا وقالوا كما تعلمون نحن نعمل ونريد أن نبدي مساجدنا دون أن نحتاج أي أحد أو نحتاج أي أحد سواء من الحكام هذه البلاد